كتب غيرت حياتي في طريقي لتعلم اللغة الإنجليزية أنا ضد الكتب ليش؟ مشكلتني إذا عندي كتاب معين أنا قاعد أدرس وأنا مبدع فيه ومرة نافعني وضابط لي يعني جاي على جويك تحسب المؤلف سواه عشاني أنا بإسمي لو جاء أحد نصحني في كتاب ثاني أذب هذا وأخذ هذا أو إني أفتح الفهرس واختار المواضيع اللي أنا أبغاها وأمشي عليها حبة حبة والباقي أصفحها كأن اللغة حقتي أنا أختار اللي أبغى زي ما الكل عارف أن سامونا تعلم إنجليزي من البيت سعفوا من الأفلام ها والأغاني بالتالي القواعد تعلمها منهم يسمع كما يقولون ويقول كما قالوا يعني ما يخترع يمدخل الكتب وجدها نفسها بالذات القواعد 100% نفسها بل حتى وجدت خلافات يعني فيه مثلا قواعد سيدة هما في الأفلام والأغاني يقولوها مكسورة ثم اكتشفت آنفا إنها إيش أو من تالي إنها سلانغ وإيبانكس وإلى آخره الكتب هذه طبعا راح أوريكم أول شيء أول كتاب أنا جاني في حياتي لا راح أوريكم ثاني كتاب أول كتاب لأنه هو من الصغر أنا معي راح نخليه تشويق لآخر السنابات أما الأول كتاب هذا الكتاب راح يكون يعني ملم جدا وفيه أشياء مرة حلوة وبينفع كثير لكن الفقرة هذه صدقوني لي فقرة الكتب ما ودي أسويها ليش لأن البعض راح يأخذ الكتب هذه ويتحمس يروح مكتبة جرير من الآن أقول لك في مكتبة جرير موجودين لكن مو كلهم راح أعلمك وش الكتاب اللي في جرير وش الكتاب اللي من يمتأكد هل هو في جرير أم لا ليش ما أحب الفقرة هذه أن البعض راح يروح يحين متحمس جرير ويشتر الكتب كلها ويعتقد أني بمجرد ما أتقن الكتب هذه أنا ما حد يدي أنا راح أفلت الكتب تحتاج معك مدرس لازم لازم مدرس طبعا ترجع لمستواك يعني ما تعرف تقرأ لازم مدرس أصلا لازم ما تعرف تنطق لازم مدرس حبيب قلبي بالذات 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 الكتاب الثاني خلينا الثاني هو الأول أما الكتاب الثاني لازم معك أقل شي قاموس يقرأ لك الجمل وكلا عشان ما تحفظ أنت على غير صنع لازم معك بالعربي أحد يرشدك على ما أنت تكون قويت وتكون تكمل هينفع جدا للمراحل المتوسطة وما فوق أول كتاب هذا هو طبعا من أكسفورد جامعة أكسفورد مكتوب بيكتشور ديكشنيري هذا اسمه بيكتشور ديكشنيري صور الشاشة عشان تحصله في الجريل لكن تأكد من حاجة هذا مكتوب انجليش عربك يعني يكون مترجم يكون الكلام بالانجليزي وتفيد ترجمة عربية جدا بيفيدك تعال نشوف كيف فكرة داخل الكتاب فهرص هذه فكرة تلاحظ عن كل شيء يتكلم في الحياة هذه عن كل شيء يا رجل كل حاجة بالصور طبعا ودلع وما حتقدك يعني الكتاب مجنون صراحة بس زي ما قلت تحتاج قاموس ينطق لك كل حاجة لأنه مشروح ما يحتاج أو إنه يكون معاك حبيب قاببي مدرس يدرسك الكتاب هذا ويعلمك كل حاجة يعني شوف زي العائلة وكل شيء كل شيء حبيبي الكتاب هذا أنا أشوفه شامل يعني لو يدرسونه في المدارس أنا أشوفه جميل مثلا عندنا عنوان هنا اللي هو الفيلنكس أفهم بس أيوة الحاسيس فيلنكس حط شوف عطاك الصورة أنه حار الجو حار يعني حط عطانا فيرستي أطشان أيضا نفس الحكاية شوف الصورة عشان تستوعب بالذات الأطفال يعني يفهموا سليبي نعسان ها يشوفها فبكذا أنا أقدر أحفظ ليش أشوف الكلام وأشوفها بس شفتوا عندنا مشكلة في النطق كيف هتقرأ هات وثيرستي وتسليبي إذا تهجاهم راح تجيب العيد هتنطق لي اتش والهيتش بعدين او بعدين تي هتقول هيتش أو تي ثيرستي هتنطقها تي هيرستي سليبي هتنطقها سليبي يعني ما هتجيبها صح لازم قاموس ينطق لك ولا شخص يشرح لك هذا الكتاب اسمه picture dictionary or picture dictionary حسب منطقتك حبيبي روح لمكتب الجرير تأكد انه انجلش عربك وخذه كتاب هذا جميل I have I have كلنا نعرف ان معناها انا املك مثلا I have a wife انا لدي زوجة طيب طيب في الكتاب هذا الثاني بيعلمك ان I have مثلا يجب بعدها تغير معناها من I have من هو انا املك الى يجب علي ان اعمل الشي المعين مثلا اقول I have to go انا يجب علي ان اذهب I have to sleep يجب علي ان انام I have to change my life يجب علي ان اغير حياتي الكلام هذا من اين جبته انا من القواعد من وسط الكتاب وتعلمته آنفا في الافلام الله وكره تعال نشوفها في الكتاب مع بعض حلوين اذا اخذت الكتاب بعدين انت هتشوفها صفحة 34 unit 34 I have تعال نعمل زوم هنا هذا التعريف شفتوا هذا اللي انا اقوله لازم معك مدرس ولا انت كيف هتستوعب الكلام مكتوب I have to do something I have to do something I have to قال معناها it's necessary for me to do it يعني هذا شي ضروري بالنسبة لي ان اسويه او قال معناها اشوف حط لك نقطة قال I'm obliged to do it I'm obliged to do it applied بمعنى ملزم مكره غصبا عني فاقول I'm obliged to do it يعني انا ملزم ان اسويها عشان كذا اقول I have to change my life معناها انا مكره او ملزم اني اغير حياتي I have to learn انا مثلا ملزم او مجبر او مكره اني اتعلم وهلو مجرة هذا التعريف ثم ندخل في الجدول حلوين ثم نعطاني اش اسمه الجدول القاعدة علمني ان ال I والwe والyou والthey يجي معهم have فاقول I have I have to do مثلا my homework we have مثلا to work يجب علينا ان نعمل you have to go يجب عليك ان تغادر او تذهب they have to wear يجب عليهم ان يلبسوا حلوين اكسترا الى اخره يعني ثم قال لك القاعدة اشوف ان ال he والshe والit يجي معهم has فاقول he has to do or he has to do it هو يجب علي ان يعملها she has to work يجب عليها ان تعمل it has to go يجب عليها ان تذهب مثلا غير العاقل واندي مثلا قطوة ما بواها في البيت فهذا كلامي انا لك هذا الكلام اللي شرحته لك شوفه هنا مكتوب كلها امثلية قاعد يعطيك اياها الكتاب فاعطاني هنا مسال بس هنازولم عشان تشوفون صح هذا this is my my medicine هذا دوائي name if you take it يجب عليها ان اخذه four times a day اربع مرات في اليوم عندنا الا 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 دا اي انتكamine 필ه والان لا هذه دائما الاء انتدخلت مع الازمنة تعتبر او تصير او تعمل فيه في اليوم يعني لو قلنا ادي معناها في يوم واحد لو قلنا اية في سنة واحدة في شهر في ساعة ولا أخره فمهم المعلومات هذه انت لاحظ الكلام اللي قلت لك كله لو انت مستوعب الإنجليزي كيف أساساً هتفهم مو مشكلتنا في القراءة كثير من الناس قلوا أنا بتعلم القراءة لا يا حبيب يتعلم الفهم لابد معك مدرس بالذات الكتاب عشان كذا قلت مرحلته المتوسطه ما فوق ثم يعطيك أمثلة 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 ثم هنا طبعاً يعطيك إيش تمارين على نفس الدرس طبعاً إذا خلصت هذا وش راح أسوي لازم أظهر الشارع وأطبق الكلام هذا في أرض الواقع لازم أبدأ أقول للناس لازم تطبق لو ما طبقت الكلام هذا وخذيته هنا وحليت هنا تراك ما راح تتقدم تلاحظون طبعاً الكتاب هو صغير كذا جاي بس حنا يعني جمع قلت لكم هذا معي من أنا صغير خليت يعني يصور لي صفحة واحدة أرخص لي فعني هذا منفروض صفحة وهذه منفروض صفحة فرغم ظروف هذه الأيام ما استسلمت لكني لما خذت الكتاب هذا أمانة يعني كنت مرة كويس مرة كويس في الإنجليزي يعني فاديني كثير جداً لأني مرة كويس لو مرة كويس بكتناظرة صور وزي المدرسة أبدأ ألون وأشوف وأسوي وإلى آخره يعني أوه توني ألاحظ هذه حتى في الدواء كاتبين لي فور تايمز أدي تشوفوها هذه فور تايمز أدي يعني أربع مرات في اليوم مرة مفيدة الكتاب هذا والآن نعرض اسمه اسم الكتاب حبايب قلبي طبعاً لو تلاحظون بدأت قطعوا حالة وحالة طبعاً كبير الكتاب جميل لونه أصفر عشان لو رحت مكتب الجري تدور عليه هو تقريباً هذا الغلاف بس زي ما قلت أنا فصلته اسمه حبيبي Essential English Grammar يعني قواعد اللغة الإنجليزية الأساسية طبعاً لاحظ الكلمة هذه مكتوبة Self-Study يعني تدرس بنفسك تدرس بنفسك طبعاً هو هذا مرجع لمن شوف مكتوب هنا The Elementary Students of English يعني مرحلة ابتدائية لطلاب اللغة الإنجليزية طبعاً هذا كلام برة الكلام هنا لا يا حبيبي لا يا حبيبي طبعاً With Answers حتى لو أجوبة يعني في آخر الكتاب فيه أجوبة على الدروس عشان لو أنت بتبت تتأكد من الصح والغلط هذا كويس لكن لو تحفظ زي هذا مليون واحد ما تطلع الشارع وتطبق ما سويت شي ما سويت شي اليوم أنا لو يستشيروني بيقولون آم يعني وش الكتاب اللي تشوفه كويس للطلاب في المدارس أنا وجهة وجهة نظري رأيي الشخصي أنا أشوف بختار Essential English Grammar وكتاب الثاني اللي هو Picture Dictionary للطلاب أنا أشوفه أفضل وخصوص الله كان مثلاً يكونوا في المدرسة عندنا اليوم أخذوا الدرس نفسه وبكرة ترى تسليم الواجه وبرضو الطلاب يطلعوا يطبق ويطبقوا الدرس بين بعض I have to go No She has to go No He has to go يبدأ يطبق وحماس وها وفلا I'm thirsty تذكرون thirsty خذناك كتاب الصور قاموس المصور أو إيش بعد Oh it's too hot today الجملة شيء خرافي لو نبدأ نطبق لازم نطبق هذا الكتب صراحة اعتبروها هدية من قلبي لكم ولو أقدر يعني If I could I would لو بيدي سويتها If I could I would لو بيدي سويتها If I could I would لو بيدي سويتها أو لو بيدي خدمتك If I could I would 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 هذا ما كان في الخاطر صراحة مو هذا كله كان في الخاطر لكن أذى المغرب ولا بد روح نصلي وعندي حراس حصص أنا بأنضغط لكن بمشيئة خذوا الكتب أمانة بتفيدكم لو تأخذوا وتحافظوا عليه في البيت هيجيك يوم أنت دامق قاعد تدرس ترى توصل لمستوى أنك تكون واو أي قاعد عندك فيها مشكلة فك الكتاب على لها الفهرس شوف القاعدة وين ادخل شوف الشرح جدا يعني بسيط وسهل وأميزن يعني كمدرس يستلم فلوس على الشغلة مفروض ما طلع الأسرار ما طلع الكتب لك أنا وجهة نظر أنه أنه هذا يعني كلام غير صحيح غير صحيح حبيبي العلم بحر العلم بحر حلو صدقوني عنده كتب كثيرة يعني شوفها فوق في المكتبة فوق أنا مكتبتي فوق مو فوق فوق يعني عرف ما رح تفيدك زي ذولي أنا عارف أنا بخص صدقني هذا رأي أنت تبع تاخذ وخذو وما تبع تاخذ ولا تاخذ زي ما قلون هنود take it or leave it take it or leave it مكرب مشيئة عشان تكونوا في الصورة رح نأخذ الخاتمة اللي دايما أقولها رح نشرح نفصلها لكم تفصيل كامل كامل مشيئة اللي هي الخاتمة اللي دايما أقولها إيش مصدفش السكسل فريبو سامو لا رمجينا بأطل فيهم توقفش لا تتعرق تقرق تصمع تبع تلك الأخرى تتعرق 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 صلوة وحش بأطل سمع